امتى اعرف ان في حد معايا في البيت مدمن ايه الاشارات الاعلامات وشه ايه بيعمل ايه تصرفاته ايه امتى ابتدي اروح اخد ابني او بنتي واعمله تحليل مفاجئ يعني ادينا كده اعرف ازاي ان في حياتي فيه مدمن اللي هي مظاهر التعاطي اللي هي تالب لادما بعد كده لما يكون لوحد مدمن بيبقى معناها ان اصبح هناك اعتياد على هذه المادة الجسم معرفش تحرك من غيرها بقى عشان الجسم يعمل وظائفه الطبيعية محتاج ان المادة دي تكون موجودة جواه خلاص بقيت اساسيات التعامل الداخلي لوظائف الجسم الداخلية طيب لما كمية ايه الجسم هيشتكي هيشتكي في صورة ايه تختلف صور شك والجسم ان المادة قلت طبقا للي انا بستعمله لو انا بستعمل حاجات منبهة غير لو انا بستعمل حاجات مخدرة ده ياخدنا الى ان نقول ايه هي الحاجات منبهة الاول وهي الحاجات المخدرة الحاجات المخدرة تنطبق على الهروين الافيون الاقراص المخدرة اللي هي اقراص الهايدروكوداين اللي بيسمها كوداين الترامدول يندرك تحت هذه البنود لانه مساكن قوي جدا يصل لدرجة المخدر المورفين والحؤن اللي هي فيها مادة مخدرة مش عايز يقول اسمعها دي كلها عيلة واحدة دي كلها عيلة واحدة دي كلها مواد مخدرة دي مخدرات اه بينفعش واحد يجي يقول دكتور نبيل انا كنت باخد الريم بس الحمد لله ربنا يا شفاني وبقيت كويس جدا اه انا باخد سنة افيون انت استبدل مادة بمادة بمادة تانية من نفس العيلة كأنك بتشرب منها سجار وغيرت منها سجار تاني صح فإذا انت ما عملتش اي تغيير لأن المورفين دي المادة الاساسية الهروين لما بيخش الجسم بيتكسر ويتحول الى مورفين الكوديين بيخش الجسم ويتحول الى مورفين فإذا المادة النهائية واحدة يعني الخلاصة خالص بنوصل للمورفين بالضبط مورفين يعني خدنا هروين خدنا كوكاين خدنا كذا لا كوكاين ده لسه ما كان نشعب اه ده الهروين هنكلم على المواد الافيونية اللي هي المواد المخدرة المخدرة فدي كلها عيلة واحدة تمام دي تدي عراض معينة كويس ايه الاعراض اللي بتديها ايوة اولا هو لما بياخدها بتختلف طريقة التعاطي ممكن ياخدها شم ممكن ياخدها حقن ممكن ياخدها عن طريق دخان يشم الدخان بدل ما يشم البودر نفسها البودرة فطريقة التعاطي ما تفرقشي قوي النتيجة واحدة بداية المخدر بداية المخدرات عموما صاحب لصاحبه يعني ده الرفيق سوق مش صاحب اه بالذات ده الشيطان وبعدين يلعب في المسميات مايقولكيش هروين هلو سألتيه هتسأليني تقولي لي ايه دي هقولك دي بيسا بيسا دي اي مسمى بقى اقولك اي اسم لكن مايقولكيش الاسم الاصلي عشان ما تغربيش مني ما تتخضيش دي اول حاجة يعرف يجيب رجلك بيها صح انا بس كنت محتاجة لبداية دي لان انا لما شم ده فانا ابتديت خطي اول جرعة بس من غير ما اشربها كاسجار او حاجة فانا هو كشب هيقول انا ما خدتش حاجة ما شربتش حاجة يجي يقعد في نفس القاعدة تاني فالدخان تاني فيبتدي يشمها تاني لغاية ما يبتدي بقى اسجار هو اللي يطلب بعد كده هو اللي يطلب وبعد كده هو اللي يروح يشتري تمام لان هيسال ايه دي بعد كده خلاص بيدور عليها خلاص جسم مش قادر يقعد من غيرها تمام نرجع بقى للحتة الاولنية الجسم اعتاد عليها بقيت احد مكوناته الطبيعية عشان يتفعل بطريقة طبيعية يبقى ده بياخد مخدر بغض نظر هيروين افيون اي حاجة من العيلة دي عمل العالم الافتراضي بتاعه لما بياخدها بقى بيحس ان هو نفسه يكون مالك فبيبقى مالك والحشة حواليه بيجي له متصورات الخيالية وهو بينفصل عن الواقع تماما يبقاش في الواقع خالص فبيعمل اللي هو يتمناه في العالم الافتراضي اللي هو بيحسه ومش عارف يعمل وبينفصل عن الواقع فتلاقي الدنيا عمالة بتاعك وهو مش معاه مش موجود اللي بياخد هيروين او مواد افيونية ممكن من الجرعة تلاقيه بيسموه سقط سقط يعني ايه خد الجرعة وراح اعمل كده نام على نفسه هو هو مش نام هو العضلات بتاعي ترقابته تخضرت مش قادرة تشيل راسه فراسه سقطت على سيدره والجفون تخضرت فنزلت على عينه لكن ودنه شغالة وسامع سامع فتلاقيه سامع كل اللي انتو بتقولوه وهو قدامك انه غمض عينه وراسه سقطت على سيدره لكن بعد شوية روح فيه اه ويكمل ويخش معك في الحديث ده اسمه التسئيط وهو قاعد معك دي معناها ان الجرعة شغالة تمامه وليسه واخدها لسه واخدها افردي بقى الكمية بتدت تقل في الدم الجسم هيبتدي يشتكي يقولو بص كمية قلت البنزين خلص انا عايز كمان يوم المخ يقولو روحات زود يبتدي يفكر عايز يجيب يوم يروح ياخد الجرعة بتاعته بيبعتها له في صورة شكوى ايه بقى مغص ألم في المفاصل في العضلات وجع أسفل الظهر قيء اسهال دموع إفرازات أنف عصابية فضيعة صداع عدم القدرة على التعامل مع الناس ما يقدرش يقعد في مكان واحد يقعد يتنطط من حتة لحتة جسمه كله مدغدغ كل الأعراض دي بتروح تماما ويحس بحار وبارد جسمه زخن وبعدين جسمه بارد وبعدين جسمه زخن وبعدين جسمه بارد مع عرق كل الأعراض دي بتروح تماما أول ما ياخد الجرعة تماما أول ما ياخد الجرعة فبالتالي بيبعه هو حس معاد الجرعة جاه يروح رايح واخدها في الحمام لأن الحاجات دي بكتاخد في الحمام مش كده نقول إيه للأسرة خدوا بالك لما واحد يكون بيدخل الحمام كتير ويتأخر واخدها بالك يعني هل المخدر ده بيلعب على حاجة في المخ أول حاجة قلنا بيلعب على المخ بيتخليه متخدر طب إزاي بيبع عنده قدرة هذا المدمن أو هذا المطاعات المخدرات بيبع عنده قدرة على يعني يحكي حكاية ويجدب كتبة كبيرة ويقنعك بيها ويبع عنده أدواته ويحكي وياخد ويدي لغاية ما انت تزهق تقوله خلاص مش عايزة أسمع إزاي بيبع عنده قدرة دي هو متخدر أصلا لأ بصي أغلب الأولاد ده بيبع سكاية بيبع سكاية جدا وبعدين بيبع عنده قدرة على اختلاق القصص باحترافية مقنعة مقنعة كبير وغير وقعية ويقنعك أي عشان يصل إلى الهدف بتاعه إنه هو يروح يجيب فكثرت الكذب كثرت الحوادث نقص الوزن شألابة المعاد الموعيد النوم إذا كان مدرسة هتبتدي الدرجات بتاعه تتوع أو شغل هيبتدي يفقد الحضور في شغله كتير وحياناً بيبقى عنهم يا دكتور نبيل تحس إنه عنيه حمرة تيجي بص الواحد كي تحسه غريب لا حمرة دي من الحشيش آآ يعني ده مدمن الحشيش هما دايما نعنيهم حمرة ده حاجة تانية لكن مفيش مخدر تاني يخلي العين حمره كده لا ده الحشيش الحشيش بيخلي فيه احتقان في البياط بتاع العين آآ ده موضوع تاني هنتكلم فيه ميش بس نخلص حتة دي خلاص نخلص حتة الهيروي آآ الهيرويين والأفيونوت والأفيونوت كل حاجات آآ